نحن موضوعنا اليوم نركز على الحالات والأشخاص اللي يحق لهم الإفطار في رمضان بينهم المرأة الحاملة والمرضع شون الأشخاص اللي مرخص لهم أنهم يفطروا في رمضان نعم الترخيص لهؤلاء إباحة الفطر لهؤلاء مما يدل على كمال الشريعة الإسلامية وأنها من عند الله تبارك وتعالى وهذه الإباحة هي تنزيل وتوضيح وبيان لآيات بينات في القرآن الكريم وكذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من بين الآيات القرآنية في ذلك قوله تعالى وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وقوله تعالى في آية من بين آيات الصيام يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر فلا عسر في الشريعة الإسلامية كل ما أمرنا به سواء على سبيل الإجاب أو على سبيل الاستحباب الحارج مرفوع في كل الأعمال التعبدية الصالحة فلا يطلب الله تعالى من المؤمنين أن يقوموا بعمل لا يقدرون عليه أو يشق عليهم أو يعنتهم أو يصعب عليهم أداؤه وفعله كل عمل صعب على الإنسان أن ياتي به هو معفي عنه على قدر المستطاع فاتقوا الله ما استطعتم والنص كان واضح يعني رخص في الحالة دي المرض وكذلك السفر واشتا للحامل كدخلتها؟ نعم حتى الحامل حتى الحامل كين المرأة اللي ترضع مدة الرضاعة كنعرفوا أنها كتجاوز سنة في هذه الحالة كيف يبقى غير القضاء أو لك تكون حاجة؟ الحكم دي المرضع يختلف قليلا عن الحكم دي الحامل الحامل ترد الأيام التي أفطرتها ترد الأيام التي أفطرتها إذا كان السبب هو الحمل أما إذا كان السبب هو الرضاعة أفطرت أياما بسبب أنها ترضع أنها ترضع هذه عليها القضاء أن تقضي الأيام التي أفطرتها وعليها الفدية تفديعا كل يوم تطعم مسكينا طعاما يشبعه يعني تعطي لفقير لمسكين طعاما يشبعه في وجبات من الوجبات من أوسط ما يطعم الإنسان نفسه هذا هو الحكم الحامل وحكم المرضى